والتعليم العالي والبحث العلمي بمقال وزارة التعليم العالي أكد مستشار وزيرة التربية سيد شايف بادراع أنه تم الاتفاق مبدئيا على ثلاثة مبادئ لا أغنى عنها في إصلاحات الباكالوريا وإدخال المراقبة المستمرة احتمال كبير في تطبيق دورة الفين أو أن تطبق في دورة الفين وسبعة عشر على أن تدخل باقي الإصلاحات تدريجيا هاجرزي ثلاثة مبادئ المبدأ الأول هو التدرج في إصلاح الانتحان الباكالوريا الكل ثاني مبدأ هو إدخال التقويم المستمر في تقييم هذا المبدأ الثالث تقلص مدة الامتحان هو إحنا عدنا نديرو لي يعني واش ننجمو نديرو السنة الفين وسبعة عشر مثال تقويم المستمر ممكن يبدأ من سنة دولة يدخل بالنسبة للسنة الثالثة من بعد الجي السنة الثانية والسنة الثالثة واشن إذن فيه إلى خاية إلى خاية الفين وعشرين هو في نديرو عن قريب معالي الوزيرة ستتقدم لكم بإعطائكم ما يمكن تقديمه هذه السنة كما أشار المدير العام للتكوين والتعليم العاليين نوردين غوالي أن ورقة الاختيار تحتوي على ستة تخصصات يمكن للناجح التسجيل في الفترة الممتدة من تسع عشر أجوريا إلى غاية التاسع من يختار ستة اختيارات عندهم منشور عندهم منشور رقمي تفاعلي اللي يقدر يتحميلوا على التسجيل في البورتابل التعليم كما هاي هاي يقدر يشوف كل اختيارات ويتقدم التعطاج إلى مؤسسة الجامعية ويأكد التسجيل الأول من 22 إلى 24 ثم ينتظر نتائج توجيه 31 جوية إلى شأنية السياسية الآن نقش مجلس الأمة في يومها الرابع في جلسة علنية تحت رئاسة عبدالقاد البن صالح وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غني قداليا أشروع القانون العضوية الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة حتى يتطبق مع مخرجات التعديل الدستوري الجدد أحمد أحمد مدني علاقة البرلمان بغرفته والعلاقة الوظيفية ما بينه وبين الحكومة هذا القانون جاء تثمين وتقوية لإرادة شعب والفصل بين السلطات وتمكين شعب من صناعة القرارات خاصة في المبادرة بالقوانين الشيء الإضافي هذا وهذا الشيء يزيد في تمكين الشعب من صناعة القرارات نقف ذاتي أشاء عبرت العديد وفها من الطريقة التي تتبع في تشكيل أو تتبع في تشكيل النصف الثاني للهيئة العجلة لمراقبة الانتخابات والمتكون من المجتمع المدني والأحزاب نبع المزيد في تقرية طهر بنزين مع قرب التشريعيات المقبلة تساؤلات عدة تطرح في أوساط الطبقة السياسية حول كيفية اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي جاء بها الدستور المعدل فالمعارضة المشككة منذ البداية في نجاعة هذه الهيئة لضمان شفافية ونزهة الاستحقاقات عبرت عن تخوفها من الآليات التي سيتم على أساسها تشكيلها في العملية الانتخابية لدينا لجنة قضائية مستقلة وعندنا لجنة سياسية مستقلة فإذا الآن يتم إنشاء هيئة واحدة وتقصى في المقابل ارتياح المطلق أبدته أحزاب الموالات من كيفية اختيار أعضاء هذه الهيئة الجديدة ولتعتبرت أن تدسيدها على أرض الواقع تكريس لأسوس الديمقراطية والشفافية في الاستحقاقات المقبلة نحن في تجمع الوطن الديمقراطي نعتقد أن هذه الآلية ستضع اللبنة الأولى والأساسية لنبنع لها ونأسس عليها ديمقراطية لتكون عندها مصدقية وديمقراطية في مصحاف الديمقراطيات المتقدمة استحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وبما رافقها من جدل تسعى من خلالها سلطات العليا في البلاد وضع حد لمحاولة بعض الأحزاب السياسية اللعب بالنتائج إلا أن تشكيك المعارضة في دورها من شأنه إعادة الطرح القديم الجديد في مدى نزاهة الانتخابات في الجزائر ترجمة نانسي قنقر